معنا النهاردة أول سؤال أخت كريمة بتقول زوجي يرفض أن أنجب أطفال تاني وأنا معي بنتين فهل لو أنا تركت الوسيلة بدون استشارته يعد هذا حراما بنؤكد على ما هو مقرر وقلناه أكتر من مرة إن الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين يعني طالما هو حق مشترك بين الزوج والزوجة يبقى لابد فيه من التوافق بينهما يبقى قرار مشترك ما بقاش واحد هو لياخد القرار مع نفسه ومدام إنه فيه اتفاق على شيء في هذا الأمر بين الزوجين فلا يجوز لأحد الطرفين إن يخالف الاتفاق اللي كان بينهم بدون إذن الآخر وإعلامه ومن المعلوم شرع أنه يجوز تنظيم النسل بوجود مدة زمنية بين الطفل والآخر أو بالاكتفاء بعدد معين من الأطفال وده بناء على إيه إيه الدليل بتاعنا هو ما ورد في الأثر أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم حتى لا يحصل الحمل وكان ده بيحدث بعلم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينههم عن ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا طيبة واستفاد الفقهاء من هذا الحديث الوارد في هذا الشأن استفادوا أن العزل عن الزوجة يكون بإذنها يعني أنا بقول له أخبرها بذلك ليه؟ لأن ليها حق في أنها تنجب ده حق مشترك بينها وبين زوجها وده يفيد اللي احنا قلنا عليه قبل كده من أن الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين يعني لا ينفرد بالقرار في مسألة الإنجاب أو عدم الإنجاب الزوج دون الزوجة ولا الزوجة دون الزوج لازم القرار يكون مشترك بين الزوجين ده فضلا عما قد يترتب على انفراد حضرتك بالقرار ده لوحدك يعني انفراد أحد الزوجين بقرار الإنجاب يترتب على ده مشكلات داخل الأسرة هيبقى فيه نزاعات ويقولك أنت حتى وسيلة وإيه اللي حصل للوسيلة وربما ينتهي بيه الأمر يكتشف اللي أنت عملتيه فتهزي الثقة اللي بينك وبينه فتحصل مشكلات داخل الأسرة وإحنا عايزين أو نريد لهذا الكيان الهدوء والسكينة والطمأنينة حتى تستقر أحوال المجتمع لأنه نواة أي مجتمع هي الأسرة الأسرة هي نواة المجتمع الخطيرة والمهمة اللي كل ما استقرت استقر المجتمع نسأل الله السلامة وبناء على ما سبق لا يجوز لك أيها الزوجة الكريمة ترك الوسيلة المنظمة للنسل دون علم زوجك والله تعالى أعلى وأعلى